حققت مملكة البحرين إنجازا مشرفا في منافسات بطولة غرب آسيا الخامسة لبناء الأجسام والتي احتضنت العاصمة العمانية مسقطة وقد تمكن اللاعب المتألق محمد بخلاف من تحقيق ذهبية فئة الكلاسيك فيزيك ولقى ببطن الأبطال وحصل على بطاقة الاحتراف الدولية كما حقق اللاعب المتميز عبدالله المنصور المركز الثاني في فئة الكلاسيك فيزيك 173 سنتيمتر فيما كانت برونزية اللاعب الناشئ علي إبراهيم في فئة كمال الأجسام للناشئين كما حقق اللاعب جعفر المغني الذهبية في فئة الماستر كمال الأجسام فيما فاز اللاعب الناشئ إلياس عبدالرسول ببرونزية في منافسات الفيزيك للناشئين وبهذه المناسبة أكد رئيس الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية السيد سامي الحداد أن هذه الإنجازات المشرفة التي تحققت في أولى مشاركات فريق البحرين في موسمه الرياضي الجديد إنما هي ثمرة الدعم الكبير واللا محدود من لدن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعى ودعم الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية والمسؤولين الرياضيين للقطاع الرياضي والشبابي اشتركوا في القناة